الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فحياكم الله حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فادعوه بها وفي هذه الحلقة نتناول اسماً من أسماء الله تعالى هو التواب كثير التوبة جل في علاه يتوب على عباده يوفقهم إلى التوبة ويقبلها منهم وقد ذكر الله تعالى هذا الاسم في موابع عديدة من كتابه منها قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم نعم الله تعالى التواب الرحيم وهو تواب حكيم وهو تواب على عباده جميعاً طائعهم وعاصيهم فالجميع محتاجون إلى أن يتوبوا إلى الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وهم صفوة خلق الله فغيرهم أحوجوا إلى التوبة لذلك التوبة ليس فوقها كبير بل جميع الخلق مفتقرون إلى التوبة أتعلمون أيها الإخوة والأخوات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسب له في المجلس الواحد مئة استغفار يحسب له في المجلس الواحد أكثر من مئة مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم هكذا جاء في السنن عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يعد له في المجلس الواحد مئة استغفار صلى الله عليه وعلى آله وسلم مئة مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم وكم من مرة سأل الله تعالى أن يغفر له وأن يتوب عليه فكان يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجلة صغيرة وكبيرة علانيته وسرة والأدعية النبوية في سؤال الله عز وجل المغفرة كثيرة وملاحظ فيها الإطناب والتفصيل والاستعاب للذنب في كل صوره ذاك كله من التعبد لله عز وجل ودعائه ودعائه باسمه التواب جل في العلاء سواء باسمه على وجه التعيين كقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أو من حيث المعنى فإن كل من سأل التوبة تعبد الله تعالى باسمه التواب دعا الله تعالى باسمه التواب التواب من أسمائه العظيمة جل في علاه التي يحتاجها الخلق ليس في مرحلة ولا في لحظة ولا في زمان بل في كل أحوالهم ومع تردد أنفاسهم ومع لحظ عيونهم ونفض عروقهم هم محتاجون إلى التوبة ولذلك هم مطلوب منهم أن يتعبدوا الله تعالى بالتوبة في كل أحوالهم دعاء الله تعالى باسم التواب دعاء عباده يستوجب أن يستحظر الإنسان أنه فقير إلى توبة الله عز وجل وأن توبته جل في علاه على عبده هي من أعظم أسباب سعادته فإنه من تاب الله تعالى عليه قبله ومن قبله نجاه ومن نجاه فاز في الدنيا والآخرة إنه ما من عبد إلا وله ذنب أو خطئة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الحديث الصحيح عند الترمذي وغير من حديث قتادة عن أنس كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون نعم خير من يخطئ هو من يتوب وكلنا نخطئ فينبغي لنا أن نتعبد الله تعالى باسمه التواب فنسأله جل وعلا التوبة لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وجاء عنه أنه يتوب ويستغفر مئة مرة في اليوم ومما يشرع أن يبتدئ الإنسان به يومه أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أحدك وأعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو إليك بنعمتك وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهذا ما يعرض به سيد الاستغفار الذي جمع أكمل الصيق في تحقيق التعبد لله تعالى باسمه التواب إن المؤمن إذا علم أن الله تعالى تواب طمع في فضله وإحسانه وأن يوفقه إلى التوبة ولعظيم مقام التوبة وأنه يحتاجها كل أحد أمر الله بها رسوله في خاتم أمره وفي نهاية سعيه قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله يا فاجأ فسبح بحمد ربك واستغفره واستغفره إنه كان توابا نعم نحن نحتاج إلى هذا المعنى لنحقق العبودية لله تعالى باسمه التواب إن المؤمن إذا تعبد لله تعالى باسم الله التواب قام في قلبه الشعور بالافتقار الافتقار إلى الله تعالى أن يوفقه إلى التوبة وأن يسدده لسلوك الصراط التائبين فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين وسأله أيضا أن يعينه على أن يحقق هذه التوبة في ظاهره وباطنه بالندم على سيئة العمل بالعزم على أن لا يعود إلى السيئة بالإخلاص الله تعالى في توبته وأوبته بأن يتبع السيئة الحسنة ليمحها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها وإذا كانت السيئة في حق من حقوق الخلق فإنه يسعى للتحلل من أصحاب الحقوق سواء كان ذلك اعتداء في عرض أو كان ذلك اعتداء في مال أو كان ذلك اعتداء في دم فمن كان له مظلمة فمن كان عليه مظلمة عند أحد من الخلق فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار يطلب العفو والصفحة والإباحة والتحلل من صاحب الحق قبل أن يفد يوم القيامة وليس ثمثا يوم القيامة درهم ولا دينار لا ينفعك مال ولا ولد ولا بنون إنما هي الأعمال يؤخذ من حسناتك لمن ظلمك لمن ظلمته ويؤخذ من سيئاتهم إذا فنيت حسناتك فتوضع عليك الله تعالى تواب يحب التوابين فلنتب إليه جل وعلا ونستحضر هذا المعنى حتى نحقق هذه المنزلة العالية الرفيعة التي لا يستغني عنها أحد في أول طريقه وسيره إلى الله تعالى وفي أوسطه وفي آخره ولذلك يخبرنا الله في مواضع كثيرة بأنه يتوب على عباده وأنه تواب ويأمرنا بالتوبة ويقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ويقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة كل هذا لأننا محتاجون إلى رحمته إلى التعبد له بمعنى هذا الاسم إن الله تعالى يخبرنا أن من لم يتوب فإنه ظالم يقول ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون ترك التوبة ظلم وإتيانها رشد وصلاح وعدل لأن الذي لا يتوب مغتر يظن أنه قد كمل حق الله كلنا ذو قصور أو تقصير فنحتاج إلى التوبة في الحالين وهذا جواب سؤال لماذا يتوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لماذا يقول له جل في علاه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب لماذا يأمره بالطلب المغفرة لأنه لا أحد غني عن أن يتوب الله تعالى عليه جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته إذن نحن جميعا محتاجون إلى أن نتعبد الله تعالى بهذا الاسم حتى نفوز بعطائه حتى ننجو من غوائر أعمالنا وسيئاتها حتى يقبلنا الله تعالى حتى يقبلنا الله تعالى ويدخلنا في عبادة الصالحين حتى نفوز بحبه فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين حتى يعطينا فضله وإحسانه فإن الله يفرح بتوبة العبد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه أنس لله أفرح بتوبة العبد من صاحب راحلة عليها زاده ومتاعه أظلها في الصحراء فأيس منها ثم آوى إلى شجرة فإذا هي قائمة عند رأسه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك نعم المؤمن إذا تعبد الله تعالى باسم التواب تاب إليه واستحضر حاجته إلى التوبة في كل شؤونه ولذلك نحن بعد صلوات لا نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وكذلك قال تعالى لأولئك الذين خرجوا من ديارهم يبتغون فضله ويقصدون مواضع مواضع إحسانه ويطلبون مواطن توفيقه في عرفة التي هي أطيب البقاع يأمرهم بالاستغفار فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وقد قال قبل ذلك جل في علاه آمرا عباده بالاستغفار ما يدل على أنهم بحاجة إلى مغفرة في كل الأحوال حتى في حال طاعته وحتى في حال عبادته وحتى في حال الإقبال عليه لسنا مستغنين عن فضله بل نحن فقراء إليه مضطرون إلى رحمته لو لم يرحمنا لهلكنا لو لم يتب علينا أو بقتنا سيئاتنا وخطايانا اللهم إنا لا استغفرك إنك كنت غفارا اللهم تب علينا ولا تبقي من سيئاتنا ما نلقاك به يا رب العالم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من خاسرين إلا أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم فدعوا بها أستودعكم الله الذي لا تضعوا داعوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر